بسم الله الرحمن الرحيم نرحب كل الترحيب بالأخ العزيز سمو الشيخ تميم بن حمد آلتاني أمير دولة قطر وبالوفد المرافق له فأهلاً وسهلاً في بغداد دار السلام حقيقة هذه الزيارة تحمل دلالات مهمة فضلاً عن كونها تعبر عن عمق العلاقة المتنامية بين البلدين الشقيقين والرغبة الجادة لتطوير آفاق هذه العلاقة العراق اليوم يملك من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافي ودولة قطر بما تملكه من قدرات وما حققت من طفرات نوعية في المجال الاقتصادي والتنموي قادرين معاً للتحقيق التكامل في العلاقة وعلى مختلف الصعود العراق يملك احتياطي 145 مليار برميل من احتياط النفط واحتياطي كبير من الغاز ودولة قطر لا تزال مثالاً رائداً للكيفية التي يمكن بها الحفاظ على صناعة مستدامة في الطاقة والتي تعود بالنفع المستمر على شعبينا في هذا الوقت المهم في العالم وبالتالي يمكننا الاستفادة من هذه التجارب الناجحة تبقى اليوم المقاربة لحكومتنا المقاربة الأساسية هي اقتصادية والتركيز على ربط المصالح والترابط في البناء التحتية والاستثمارات المتبادلة مع الشقائنا وشركائنا الإقليميين والدوليين ودولة قطر ستبقى واحدة من أقوى حلفائنا وشركائنا في المنطقة رسالتي للجميع هي أن العراق قد عاد إلى المشهد الدولي وقد استعاد مكانته الطبيعية ودوره في المنطقة ويتحرك بما يليق بمقدراته ومكانته وتاريخه وهو مستعد للعمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام والتنمية والازدهار العراق اليوم ولله الحمد يتمتع باستقرار أمني وسياسي بما يجعله بيئة عمل واعدة وهذا ما بحثناه مع الأخ سمو الشيخ اليوم تم بحث الفرص الاقتصادية المتاحة والعمل الذي ممكن أن تطلع به الشركات القطرية في خطتنا في الإعمار والخدمات ومشاريع البناء التحتية وعندما نتحدث عن الفرص الاستثمارية بالتأكيد يبرز أمامنا المشروع الواعد وهو مشروع طريق التنمية وما يتعلق بميناء الفاو والمدينة الصناعية هذا المشروع الحيوي للعراق والمنطقة وهو فرصة للشراكة الاقتصادية ونحن وسعداء على الرغبة الجادلة لدولة قطر في التجاوب والمشاركة في هذا المشروع المباحثات أيضا تضمنت التعاون الأمني والمعلوماتي بما يصب في الحفاظ على أمننا المشترك وأمن واستقرار المنطقة طبعا صار توقيع على إعلان نواية لتعاون شامل في المجالات السياسية والاقتصادية ومجالات الطاقة والنفط والاستثمار وكذلك على هامش هذه الزيارة سوف يكون توقيع بين القطاع الخاص ونظراء المؤسسات في العراق تضمن مشاريع في مجال الطاقة وكذلك مع هيئة الاستثمار بشأن مشاريع السكن وباقي المشاريع والنجالات المختلفة نجدد التأكيد في هذه المناسبة بأن دول المنطقة والدول العربية قادرة على إنتاج تكتل اقتصادي ناجح يعود بالمنفعة على كل شعوب المنطقة ونعمل من أجل هذا الهدف واستضفنا وسنستضيف المزيد من الحوارات والمؤتمرات التي تصب بهذا الاتجاه وخصوصا مؤتمر بغداد 2023 الذي سوف يكون بعنوان والتكامل الاقتصادي والاستقرار الأقليمي والمقرر إن شاء الله نهاية هذا العام أكدنا في مباحثاتنا أيضا مع سمو الأمير على العمل المشترك وتلسيق المواقف أزاء التحديات المشتركة بما يسهم في تثبيت الاستقرار في المنطقة في الختام وباسم الشعب العراقي والحكومة العراقية نتقدم بالشكر والامتنان لهذه الزيارة المباركة ولكل المواقف الأخوية البناءة في مختلف المحطات التي مرت على العراق كل التقدير لكم أخي العزيز سمو الأمير وأهلا وسهلا بكم في مغداد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي دولة السيد محمد الشيار شداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة وإلى الشقاء في جمهورية العراق على حسن استقبال وكرم الضيافة يسعدني زيارة العراق بعد آخر زيارة والتي كانت في عام 2021 للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة وتأتي هذه الزيارة لتعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية بين بلدين الشقيقين ورغبتنا الصادقة في تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات تبحثت مع أخي رئيس الوزراء حول سبول تعزيز العلاقات في عدد من المجالات الهامة كالطاقة والاستثمار والتجارة والتنمية وأيضاً اتفقنا مع دولة الرئيس بأن التبادل التجاري بين قطر والعراق يجب أن ينمو بشكل مستمر وهناك آلية سوف نعمل عليها لمراقبة وتطوير النمو التجاري بين البلدين وفي هذا الصدد تم التوقيع اليوم على عدد من منذكرات التفاهم والاتفاقيات بالإضافة إلى أعلان نوايا مشترك حول سبول تطوير التعاون بين قطر والعراق في مختلف المجالات كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع القطاع الخاصة في قطر شملت مجالات مهمة وحيوية كالطاقة والكهرباء وتطوير مدن سكنية حديثة وفنادق وإدارة المستشفيات في العراق ناغشنا أيضاً المبادرات الإقليمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المنطقة بما في ذلك دعم مشروع تطوير منظومة الربط الكهرباء الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في العراق ومشاركة دولة قطر في الاجتماعات المعنية بموادرة العراق طريق التنمية كما تطرقنا إلى آخر التطورات في المنطقة وأكدنا على ضرورة تغليب لغة الحوار هناك عدة جهات قطرية تمتلك مستثمارات في جمهورية العراق وتعتزم دولة قطر مواصلة البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ندرك أهمية العراق ودوره في المنطقة ونؤمن بأن أمن العراق واستقراره هو من أمن واستقرار المنطقة ونؤكد بأننا سنواصل دعمنا للعراق والشعب العراقي الشقيق ومساندته في تحقيق تطلعاته في تعزيز الأمن والتنمية وأود في هذه المناسبة أن أهنئ وأبارك لكم نجاح بطولة كأس الخليج وكان نجاح كبير جداً ونهنئكم على هذا النجاح وأيضاً ندعوكم وندعو أيضاً الشعب العراقي السنة القادمة في حضور نهائيات كأس آسيا في قطر وفي الختام دولة الرئيس شكراً مرة أخرى على هذا الاستقبال وعلى حفاظ الاستقبال شكراً لكم شكراً